مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة تتأثر المملكة بمنقفة جوي خماسيني لذلك هناك المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وبالتالي يكون الطقس دافئ وجاف ومغبر ويكون دافئ إلى حار نسبي تقريبا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح ما بين على الأقل 8 إلى 10 درجات مئوية مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر يمثل الكتلة الهوائية الدافئة إلى الحارة نسبيا والتي تؤدي إلى الارتفاع الواضح على درجات الحرارة وبتكون الأجواء حارة نسبيا وجافة ومغبرة وبتستمر يوم الأحد وحتى تقريبا ظهر يوم الاثنين بإذن الله أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء تقريبا بالنسبة للليالي الماضية أجواء دافئة نسبيا مع ظهور السحب المتوسطة والعالية درجة الحرارة الصغرى 19 درجة مئوية أعلى من معدلها بحوالي 9 درجات مئوية الملموسة حوالي 18 طبعا بما أنه أحوال جوية خماسينية أحوال جافة حارة نسبيا مغبرة إذن الرطوب النسبية منخفضة وبتكون بحدود 33% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء تقريبا دافئة وتغطي السماء كميات من السحب المتوسطة والعالية درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية والعظمى 28 أما الصغرى فتكون بحدود 20 درجة مئوية أعلى من المعدل بشكل واضح إذن أجواء حارة نسبيا تقريبا في النهار ودافئة في الليل يوم الأثنين تنخفض قليلا وتبقى تقريبا دافئة نسبيا حتى ظهر يوم الأثنين لكن بعد ظهر يوم الأثنين يبدأ الانخفاض الواضح والتدريجي على درجات الحرارة يوم الأثنين أجواء غائمة جزئيا هناك زخات رعدية من المطر تكون الزخات أحيانا غزيرة وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول في الأماكن المنقفضة وبتكون زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد والعظمى بحدود 25-26 والصغرى بحدود 13 لاحظ إذن فيه هناك انخفاض يعني يوم الأحد الصغرى بتكون 20 لكن يوم الأثنين بتكون 13 درجة مئوية الثلاثة انخفاض واضح آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر على فترات بإذن الله العظمى 14 درجة مئوية والأجواء أثناء الليل باردة إذن أجواء يوم الثلاثة وحتى الأربعة والخميس أجواء باردة غائمة ماطرة الأمطار تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع من سوب المياه وجريان السيول الصغرى المتوقعة يوم الثلاثة سبع درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في الأماكن المختلفة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى نبدأ في المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا تقريبا إربط 33-23 عجلون 31-22 جرش 33-23 والمفرق أجواء مغبرة وبشكل عام الأجواء في المملكة تسود الأحوال الجوية القماسينية أجواء حارة جافة مغبرة في كل أجزاء المملكة المفرق 31-21 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 29-22 مأدبة 28-20 البحر الميت أجواء حارة 35-28 وعماء 28-20 والزرقاء 31-22 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أيضا الأجواء الكرك 30-20 الطفيلة 28-20 أشرى 26-17 إمعان زخات رعدية برد وبرد ورعد 30-17 وتبدأ في المناطق الجنوبية كثير من تشمل زخات المطر كثير من الأماكن وتكون غزيرة أحيانا وأيضا تصل الأنطار إلى العقبة وأيضا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول العقبة أجواء حارة نسبيا 34 إلى 24 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة بامتياز حارة نسبيا الأزرق 34-22 الصفاوي 33-19 ورويشد 33 إلى 19 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية وشركاه للتطوير العقاري